اشتركوا في القناة يعني محط عريضة يرافعوا من أجلها العديد من المغربة ألا وهي حكومة الكفاءات يعني هذه اللفظة هذه خصنا نديروا معركة باش أنها تشطب ونعدموها نهائيا من القاموس السياسي دياننا خص واحد المجمع يعني للأسف المغرب ما فيش مجمع اللغوي خص واحد المجمع اللغوي اللي عنده هات السلطة العلمية الذي يجيزه أو لا يجيزه استعمال واحد المفردة معينة وللأسف الشديد يعني هات المجمع هرا كان يعني المشرع أحدثه واحد الأكاديمية اسمها أكاديمية محمد الثالث للغة العربية هذي تبقى تقريبا 17 أو 18 سنة لم ترى اللغة إلى يومنا هذا والآن بل عربون على جهد الأكاديمية بغيش تبقى الحيث للوجود لأن الناس اللي يحكموا في الحكومة واللي يحكموا في البرلمان هم أناس يعادون اللغة العربية والدليل هو أنه مؤخرا شفنا بعض الوزراء وبعض البرلمانيين يرتكبون مجازر فضيعة في حق اللغة العربية يرتكبون تشارميل في حق اللغة العربية وهنا يعني هذ الكواريت اللي عشناها مع بعض الوزراء وبعض البرلمانيين الذين لي تهجّونا حتى وهم عندهم الوراق وما كيقدرونش يقرأوا يعني ما كتبه لهم لدرجة أن التلميذ في السنة الثالثة أو الرابعة الابتدائي كي يتهجّن لغة العربية حسن منهم وهنا كما قلنا كنا ثلاثة الملاحظات تستدعي الوقوفي عندها والترافعي من أجلها اللولا أي وزير غده غي تعين ولا أي برلماني غده تنزخب كي يدرع لي أبحاث أمنية والاستخباراتية والاستعلاماتية خاصي تزاد واحد البحث آخر وهو بحث لغاوي واش هاد السيد اللي غي ولي وزير بلاد السيد اللي غتولي برلمانية ولا برلماني واش كي يعرفي انتقوا اللغة العربية احنا مش ضد اللغات الأجنبية بالعكس هذا مكسب يعني الإنسان عنده لغة إضافية أجنبية فرنسية إسبانية شينوية جبونية حتى ولا كيبين العار أن نمسؤول كيسير الحكومة ولا مسؤول في البرلمان لا يقوى حتى على النطق باللغة دي البلاده وهذه لا نجدها في أي دولة من الدول المسألة الثانية اللي خاصتي نترافع عليها وهو أنه يعني مبقيناش كنت سننو يعني في البرلمان ولا في الحكومة النقش العرض السياسي دي الوزير ولا المشروع على مقترح القانون اللي تقدم بها البرلماني ولنقل يقول ياربي السلامة وعريه ضر باللغة عربية اللي فيها شوية دي اللسميق ولا فيها شوية دي الجودة والنقطة الثالثة هو أنه كبيرهم الذي علمهم السحر السي شاكيب بالموسى اللي قلك ودي الناس يعني فوق 30 عام يدخلوش للمراقبة التربية راهو عنده الناس وزراء وبرلمانين عندهم 50 عام و40 عام وبقى ما تيعرفوش مك يعرفوش مك يعرفوش يقرأوه ولله في خلقه شؤون موسيقى 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 موسيقى